بدعوة من الأمين العام للناتو عقد وزير خارجية الجمهورية الطيب بكوش جولة من المحادثات الثنائية ركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بدعم تونس بما ينقصها من تدريب ومعدات ضرورية لمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب سيما وأن تونس تحتاج تعزيزا لتقنيات طائراتها كي تتمكن من العمل الفاعل ليلا إضافة لتقنيات حديثة تسهل مهام الجيش والأجزة الأمنية يوجد اقتناء واضح من الجميع بأن أمن تونس واستقرارها وتنميتها عنصر أساسي في استقرار المنطقة وأن مقاومة الإرهاب في جنوب المتوسط هو أيضا مقاومة الإرهاب بالنسبة إلى شمال المتوسط وأن المصالح مشتركة وأنه علينا أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل التنمية ومن أجل مقاومة الإرهاب الوزير التقى بسفراء الدول الأعضاء في الحلف في إطار بناء علاقات جديدة وجدية مع المكونات الفاعلة لتعزيز مكان التونس كشريك للحلف نظرا لموقع تونس وأهميتها وتحديدا في ملف مكافحة الإرهاب يهتم حلف شمال الأطلسي بتعميق العلاقة مع تونس عسكريا أمنيا وسياسيا فأي ضرر يلحق بهذا البلد سينعكس على الجوار الأوروبي ولذلك فإن لقاءات بروكسل ما هي إلا محطة ستتبعها محطات أخرى على طريق التعاون لتحقيق شراكة حقيقية وخلال لقاء وزير الخارجية التونسي بنظيره البلجيكي أكد الأخير على مساندة تونس في كافة المجالات مشيرا إلى ضرورة التوصل لحل في ليبيا وإلا فإن استمرار الأزمة سيؤثر على استقرار جيرانها موقف يؤكد حرص واهتمام الأوروبيين على استقرار وأمن تونس أم من المحطة سيكون في نهاية في ليبيا مجال يكون من المحطة من المحطة من المحطة من المحطة من المحطة المترجم للتوانسيات المترجم للقناة المترجم للتوانسيات المترجم للتوانسيات المترجم للقناة